طالما أنا صباح فخري السبعيني عم بيجي أطفال بتحضروا تطلع على المسرح وتقبلني والصبايا والشباب وكله اللي عم بيشطاح وكله اللي عم بيرقص كله اللي عم بيغني معي عم بينصق يعني أنا مثلا السيد وزيزاق في عدامي أنا ما بعرفه مستمع متميز هذا الرجل هذا الدامي لبس تونسي عندي سنة الفارطة حفلين في معرض مسرح دمشق الدولي أول يوم والله نحن وإذن بسيدة عندها شي 80 عام عندها يا سيدي متمابولو أخذ الحال على طريق المشيخ الصوفية نحن بالتونسي كله تخمرت تخمرت قامت والله شالت الحجاب وبلشت تشطح الختيارة وقفنا يعني لفتت نظر إنه هاي بهالعمر تقوم تشطح حالتها الروحية ما بقت ما بقت يعني تسمح لها لأنه الجسم هو عبارة عن شبح تحركوا الروح بيجي أوردير مما يرى بتحرك المهم تاني يوم والله بالصف الثالث قاعد شخص وفيه طفلة عنده عنده مين عنده ثلاثة يعني تماما بالزبط قال لقيت البنت أنا ميت طبيعية يا أستاذ ودي قلت له عملت له قلت له هاته هزع المسرح يا أستاذ وتاع شوف تقليد صباح فقري وشوف الشرحة وشوف الغني معي يا بسف والله العظيم وقفت أنا قلت له نشوفه طالما نحن الجيل ما بين هذه الأعوام الصغيرة والكهول يطرب ما نتمنى خوفاني على مستقبل موسيقى العربية وسط بظل بس في تونس هون عن جد شي بيرفع الراس بس ما نلاقي شي شباب عم جاية خص نصلا يحضروا صباح فقري على كل حال الله يطورنا بعمرهم الفن أستاذ ما هو سرعة ما هو تجارة الفن هو عبارة عن رسالة أنت ربنا بعتك تعمل رسالة كما بعت الأنبياء يعني عبارة هوني بعتوه كما رسالة هذا بعت رسالة أنه ربنا سخرنا أنه رسالتنا الفن فأنا صاحب رسالة معنا ذلك لازم أحترم رسالتي اللي جيت من أجله وأحترم اللي قواني ربي على هذا العطاء وأحترم يا سيدي الكريم ما في شكل أنه قدرت أوصل للناس أوصل رسالتي أوصلها وأدور فيها قدرت للعالم كله أنا عربي وأجنبي وأخذت جنس وأخذت ويعني الحياة وعندي خمس مفاتيح مدينة بأميركا وعندي دكتوراه وعندي قصاص وفي فرنسا كمان مرة صطفت أنا كنت سيدي موجود في باريس قالوا لي اليوم دكتور صالح المهدي عم يدير لقاء عن الارتجال هذا حلم الارتجال كتير صعب معلم في هذا صعب صعب لأنه لازم يبدأ يرتجل يكون ملحن من الدرجة الأولى وفورا يأخذ أي كلام يلحنهم ويستنى اللحن اللي يعملوا بسنة أو يعملوا بما بعرف بمدة الزمنية فرحنا والله حضرنا وإذا موضوع المحاضرة عن الارتجال ومين استشهاد بصباح فقري و سيد لسعنده حل الآخر هو الحقيقة سيدة تجال فلما خلصنا جينا فاجأنا يا سيدي قال لي أنت قلت له أنا حبيت أفاجأك وهذا أنت فاجأتنا برسالة وانا كلامي برون دولين وحيد عيليا بالغير وانا كلامي برون دولين عن نوزل عن نوزل عن نوزل اشتركوا في القناة كما اذكرت اجيال متعاقبة لا تزال تسمع صباح فخري وهذا شيء يعمل كيف كما نقول في تونس باعتقادك استاذ صباح الى اي مدى هذا المشعل المشعل الترب العربي بامكان الاجيال القادمة ان تحمل هذا سيظل مشعلا وقادا مضيئا مدى الدهور لانه عندما وجد لم يوجد بعام باثنين بعشرة وجد اجيال ويضاف اضاف الى صباح فخري اضاف الى التراث قلت له ان قمرت الحب سقنيها عنده خمسين عام عمره طيب بتراث الصغير والكبير يعني تلاقي يطرة قلت له ان عندي هلا في كتاب انا بألفه انه بتصور مع اطفال عم يشلحون سنوه سنتين الاطفال كيتب عليها السورة الاطفال كيف يرخصون وعندي حفل الناس عم تبكي والكبار كيف يستمعون ويبكون مرحب السيد صباح احنا كنا سعداء بالفعل بالمصافحة السريعة سويعات قبل مغادرتك تونس لتمقنت الجمهور الواسع لتمقنت تونس على صحتك في ختام هذه المصافحة السريعة ماذا سيبقى من هذه الزيارة الحقيقة هي تركة انطباعين بنفسي يعني اول انطباع انه الجمهور التونسي لا زال مستمعا من الدرجة الاولى وانا دايما بشبهه بجمهور حلب جمهور حلب كان في الماضي هو الذي يعطي الشهادات السلوان للفنان محمد عبدالوب كان صديقي الله يرحمه حكى لي قصة استدعوا لحلب فاجه مساء طلع من الستارة شاف اربع خمسة اشغاص ست سبع اشغاص يعني بتحديدا قالوا لهم تحاية الحفلة قالوا الجمهور فين يا قالوا ده الجمهور حيسمعوكم النهار ده دول اللقنة انعجبتن بكرة بيجي جمهور ما عجبتن ترجع عمصر قالوا ايه قالوا دي حلب وانت جاي لهون ستاخد شهادة والله اغنى الرجل وابدعو وانت انهم غصت القاعة فكان الشهادة تمنح من حلب والشعب التونسي يا اخي متل الحلبين ما بيجامل اجتماع ما بيجامل بس انتو بقى صحابتكونا اوى شوي صريحين ما بيجاملة يعني اكتر ابدا وشي جميل انو انت لما بتعرف انت امامك امامك فحص قاسي وامامك جمهور وامامك جميل وامامك جميل وامامك جميل ما بتعبال ما بتعبال غلط يعني انها لما دخ ما تحترمني ما راح احترمك لما تحترمني وتقدرني بيجامل احترمك وقدرك الشعب التونسي لما تحترمه وتقدره هو بيعطيك حقات وشفت محبة هالناس يا اخي عرفت انو انا والله في ايلي قيمة اخرى هذا فضل من الله اي رك انو ربنا سبحانه وتعالى قال له لسيدنا مونسى والقيت عليك محبة مني وليتصنع على عيني وانا سئل العلوم الرسول عليه السلام قال له انك بأعيننا وهذا خليل وهذا حبيبه وهذا كليمه فنحن الحمد لله رب العالمين يعني الله اكرمنا ان ندخل الفرح والسرور على قلوب المستمعين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي الا بالله وهلا وسهلا فيكن وان شاء الله تضلوا بخير وتضل تونس بخير وضل السيادة الرئيس بخير ويضلوا مستمعين بخير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة